عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيانه برئاسة سمو الشيخ جابل مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية شيخ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد فخامت الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق له وفحو المحدثات التي أجرها فخامته مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة الميادين إلى جانب استعراض آخر التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وقد أعرب المجلس عن ارتياح النتائج الإيجابية لهذه الزيارة والتي جسدت عمق علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الموريتانية وتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك كما حاطم عليه المجلس كذلك بنتائج مشاركته في اجتماعات الدورة العاشرة لللجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والتي عقدت في المنام مؤخرا والتي تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدة مجالات شملت الجمارك والتجارة الألكترونية والثقافة والفنون وحماية البيئة والمجالات الزراعية والثروة البحرية كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين ووكالة الأنباء الكويتية ومذكرة تفاهم أخرى بين غرفتين التجارة والصناعة في البلدين الشقيقين كما تدرس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشهون القانونية بإيشان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في إيشان الأسلحة والذخائر والذي يهدف إلى تجريم حيازة بنادق الصيد التي تعمل بنظام حفظ الهواء وذخائرها واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بإيشان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادري بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والذي يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغية جعل كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين الأجانب جرما جنائيا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسئولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لحالتهما إلى مجلس الأمة ثم ناقش المجلس توصية اللجنة بإنشان مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 103 لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت وذلك بنقل رخصة كلية المجتمع من مؤسسة الجيل الجديد التعليمية إلى شركة جي أس التعليمية وتعديل مسمى المنشأة التعليمية من كلية المجتمع إلى أمريكا الانترناشنال كوليج إي آي سي وطرع كذلك على توصيات اللجنة بإنشان مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال المعالجات التجارية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية بشان ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه كما تدرس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشان التقرير المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلع الإسكاني والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى التاريخ الحادي والثلاثين من يناير الفين وتسعة عشر كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشان التقرير الدوري المقدم من الإدارة العامة لطيران المدني بشان مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي والمتضمن آخر التطورات والمستجدات التي طرأت في شأن هذا المشروع كما بحث مجلس الوزراء شهون مجلس الأمة واطلع على جدول أعمال جلسته المقبلة وبهذا الصدد استعرض المجلس كتاب نائب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من السادة الأعضاء محمد حسين الدلال دكتور عادل جاسم الدمخي رياض أحمد العدساني لوزير الأعلام ووزير الدولة لشهون الشباب محمد ناصر الجبري وأعمالا لأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة وقد استعرض المجلس المحاور الوردة في صحيفة الاستجواب وشرح وزير الأعلام ووزير الدولة لشهون الشباب ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية ومجلس الوزراء إذ يجدد تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لا يعرب عن تأييده ودعمه لوزير الأعلام ووزير الدولة لشهون الشباب محمد ناصر الجبري في مواجهة الاستجواب المقدم له مؤكد انفقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد ثم بحث مجلس الوزراء الشيون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه للزلازل التي ضربت عدة مدن في جمهورية الفلبين الصديقة والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وألحقت أضرارا في المرافق العامة والممتلكات كما أعرب مجلس الوزراء أيضا عن بالغ أسفه للعصار والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها كل من جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية جزر القمر المتحدة جمهورية موزنبيق والتي راح ضحيتها العديد من الضحايا والمصابين وسببت دمارا وأضرارا مادية جسيمة كما عبر المجلس عن تعاطف دولة الكويت ومشاركتها لهذه الدول الصديقة في هذه الظروف المأساوية والعمل من أجل تخفيف آثار هذه المأساة الإنسانية